السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم السبت 1 تموز يونيو طبعا أهم نقطة أنه جدول القلو والمسار وانتقال وحركة القمر والأيام السعيدة للتجميل وصارت موجودة في صندوق الوصف للي بحبي تابعها طبعا القمر الآن موجود في برج القوس اليوم استقر تماما وهذا يوم يعتبر في نشاط ومكاسب ولكن تنتبهوا من الزوايا الفلكية بشكل مباشر طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج القوس هو موجود في رح يكون أغلب اليوم في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 9 وثمان دقائق من مساء اليوم السبت لا ينتقل بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة والقمر بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالابتهاج منجد الناس أكثر مرحا ننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال أو دراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهذه تأثيراتها من يوم 28-6 إلى يوم 2-7 طبعا هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية منتصرف بحكمة ومن ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهذه تأثيراتها مستمرة من يوم 21-6 إلى يوم 6-7 طبعا بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية ابتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وبرضو بتساعدنا بالنجاح وأرباح بتيجي عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق نجاح في عملنا وعلاقات جيدة مع الأبا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي مستمرة من يوم 28-6 إلى يوم 12 زاوية منفصلة طبعا هاي بتسبب عودة وضعية قديمة ترجع للساحة وبتدعم من وضعنا بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي تأثيراته من يوم 17-6 إلى يوم 5-7 طبعا بيصير في عنا بسبب هاي زاوية نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا تجعلنا غريبين الأطوار وعانفين بتسببنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهي تأثيراته من يوم 24-6 إلى يوم 14-7 طبعا ذروتها يوم 2-7 الساعة 2-23 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 طبعا هاي بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي ممكن أن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن تعطينا سعادة مادية فترة مناسبة هاي للإستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لألنا أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تكون تأثيراتها بشكل مباشر طبعا اليوم في عنا ثلاث زواية ذروة ثلاث زواية بطيئة بردو الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية اللي بين القمر وبين زحل هاي طبعا ذروتها ساعة 6 و 11 دقيقة من صباح السبت وبتظل طبعا تأثيراتها بتبدأ تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر حتى عصر يوم السبت أو تقريبا قبل العصر بقليل من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا إننا نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة نكون متقلبين وغير راضين كثيرين النقد وعاندين وبرضو تعطينا ميل للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية طبعا من يوم 24 ستة وحنا منذكرها ورح نظل نذكرها ليوم 8 سبعة لأنها هاي مدة تأثيراتها طبعا اليوم ذروتها الساعة 5 و5 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بالنسبة لهاي الزاوية بتعزز من قدرتنا الفكرية بتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية تجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط بتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بامتحانات نجاح أدبي مشاريع حالية لازم نركز على مجهوداتنا وعلى أهداف محددة خلال هاي الفترة هذا الطبعا هذا الاتصال يعني بالنسبة للسفر والصداقات والعلاقات الزوجية شوي بدها نوع من أنواع الحذر بالتعامل بالنسبة للسفر التفقد الأمتعة وذهب للمطار قبل البقت تفقد السيارة بشكل جيد والصداقات عدم الحدية أثناء التعامل والزوجية أيضا نفس الشيء أما دوليا فهي بدل على نشاط أكثر في الميدان الإعلامي والصحف حول أعمال وإنجازات الحكومة أو الملك أو الرئيس وبتقوم الحكومة في هاي الفترة بإجراء اتصالات ومفاوضات أو شراكات واتفاقيات مع بعض الدول واهتمام متزايد للحكومة بميدان التعليم والتدريس وتطويره محو الأمية والاهتمام بشؤون الشبيبة هاي الفترة بتشهد كذلك حركة أكبر لشبكات الطرقات ووسائل النقل والمواصلات ورواج أكبر لقطاع النشر والتعليف والمعلوميات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهاي تأثيراتها طبعا كانت من بدأت من يوم تسعة وعشرين ستة ومستمرة ليوم ثلاثة سبعة طبعا ذروتها اليوم الساعة سبعة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينج ابنت شجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات بزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذي أو الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا التحول برضو بيعطي طاقة ممتازة لإنجاز القرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات تمنحنا ترقيه في وظيفتنا أو حل خلافات أو دعاوة قضائية بدون مشاكل أو بشكل ودي برضو هاي الزاوية بتركز على إشادة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام بما تحقق الدولة من مداخيل مالية وعقد صفقات تجارية ومفاوضات سياسية ونجاح البعثات الدبلوماسية كما أنها بتشهد بتطور مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة كما بتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين والآئمة في البلاد وبتشهد هاي الفترة رواج تجاري مهم سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين الشمس وبين المشتري وهاي من يوم 24-6 ليوم ثمانية سبعة تأثيراتها طبعا اليوم ذروتها ساعة عشرة وخمس وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتدفع بحضورنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا ثقة بالنفس والتسامح وميل للحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكاني أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ومنحق برضو بعض الإنجازات على مستوى حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من زوايا يوم الأحد ولكن تأثيراتها بتبدأ من تقريبا ظهر اليوم أو من بعد ظهر اليوم السبت وبتستمر حتى عصر يوم الأحد زاوية التثليت الإيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعتدوا فعل العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا هاي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية بسبب اكتمال القمر الآن أو مراحل اكتمال القمر ما مننصح بالعمليات الجراحية الكبرى إلا إذا كان الشخص متأكد من سيولة الدم أو ميوعة الدم أو إنه إذا بأخذ مميعات يكون منتبه من هاي النقطة إلا إذا كانت العمليات اضطرارية لهاي الأعضاء تحديدا أما باقي عضاء الجسم فما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن برضو بتكون تخذ بعين الاعتبار اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بمويعة الدم بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يعني بدأنا الآن بمرحلة الاكتمال فلا يصلح ما زالت الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس خلو المسار القادم بيبدأ في تمام ساعة وحدة وثلاث وثلاثين دقيقة بعد الظهر ظهر اليوم الأحد وبيستمر حتى تمام ساعة خمسة وثلاث عشر دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره ثلاث عشر يوم في تمام الساعة ثلاث عصرا ندخل في اليوم لأربع عشر نسبة الإضاءة بتصير في نهاية مساء هذا اليوم ستة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاث وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في القوس حتى يوم اثنين سبعة منتحس بنسبة عشر في المية الآن في ساعات الظهر ترتفع نسبة السعادة لخمستاش في المية في ساعات العصر سعيد بنسبة خمس واربعين في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة سبعين في المية عطارت في السرطان حتى يوم احداش سبعة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاث وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً يا ريت اللي وصل معنا لهون إذا ما حطت اللايك والكومنت والشير إنه يحاول يكتبهم أو يحطهم أو يكبس عليهم ويكبس على الكبسات اللي تحت وطبعاً الكبسات اللي إلها علاقة بالدعم والتبرع والانضمام أو الانتساب أو الأمور هاي فبلاها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة لأن القمر اليوم في البيت التاسع يعني نشاطه حيوية وبتشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيدوا حماستكم بتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتطلقوا إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي النشطة جداً والدينيماكية عالية جداً موجودة عند الجميع جميع موليد برج الحمل وبتشكل أو بيشكل هذا اليوم محطة للانطلاق بورشة جديدة أو علاقة عاطفية أو تعزيز العلاقة مع الأحباء برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم بلش يتحسن بشكل ملحوظ لأنه اليوم التركيز هو أغلبه رح يكون على الأمور المالية وخصوصاً الأمور المالية المشتركة والفرصة اليوم متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوتخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انكوتحسنوا من أدائكم فاوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط حاضروا المواقف المتصلبة وما تكونوا قاسين مع أحبائكم وما تهملوا واجباتكم اليوم مميز على مستوى المكاسب المالية أو حلول مالية أو تفاوض مالي أو سداد فوتير أو أمور بنكية وضريبة وتأمين من هذا القبيل أو مطالبة بحقوقكم ولكن زي ما حكينا ممكن تظهر بعض المسائل العائلية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن مقابلكم تماما يعني هذا اليوم يعتبر يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفية أو مع الأحبة أو مع الأزواج التفاوض والحوار والاتفاق على عمل ما أو على خطة ما أو للتقارب ولكن بسبب أن طاقتكم ضعيفة شوي بتكون تتجنب الغضب والانفعال ما تخلي أي شخص أنه يستفزك حاول أنك تحمي سمعتك ما تغامر وما تجازف يعني فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة أهم مش أنك تنتبه لطاقتك تقلب المزاج وأيضا تنتبه يعني هيك نوع من أنواع الحدية اللي ممكن تيجي بشكل مبالغ فيه برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من أعمالكم اليوم على أساسه ما تضطروا للعمل لوقت إضافي اليوم عندكو كثير من الالتزام والعمل والحركة أو محكم مشغول بالعمل والصحة يا مراجعة طبية يا فحوصات يا بتشعروا ببعض التعب أهم إشي أنه تنتبهوا لغذاءكم ومراحتكم وتكونوا وضحين في أولوياتكم ما تدع أي شخص يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد والتزم بالمسؤوليات واحترم الموعيد ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل المباشر على مستوى يعني زميل بالعمل أو مقابلات عمل جديد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم يعني يعتبر شيئا ما في بعض التمييز رغم أنه هو في البيت الخامس وبعض طاقة إيجابية عالية جدا إلا أن وجود الشمس ببيت المتاعب شوي ممكن تأثر بشكل سلبي ولكن بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ عنكم ماليا ولا عاطفيا ولكن ما تبالغوا بالحضوظ المالية بترتفع المعنويات حاولوا أنك تكونوا أكثر مرونة ممكن تحققوا إنجاز مهم بتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة وإذا حاولتوا تعملوا شيء وما زبط معكم من أول مرة كرر المحاولة مرة أخرى برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر الضغوط والمتاعب عليكم شوي هيك درجة فعشان هيك يحاولوا إنكوا ترتبوا وضعكوا العائلة أو وضع البيت بشكل جيد لأن الأمور يعني شوي بتسبب لكوا نوع من أنواع الاضطراب العائلة رغم أنه في بعض المكاسب العائلية هاي فترة بظل فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة حذروا من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك جيد هذا اليوم لاستهجار بيت أو لا تنقل لبيت جديد أو حتى حل مسائل تتعلق في بيتك برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات اليوم نشاط عالي جدا عندكم ويوم مناسب لاجتياز امتحان وبرضو بإمكانكم كنت تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران بناسبة تكثيف التحركات يتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وتعتبر هاي فترة إيجابية لازم تستغلها وفي منك رح يهتم بمواضيع إلها علاقة بالسيارات أو إلها علاقة بالإلكترونيات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتعنوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة أو تحددوا الأولويات والميزانية المالية وبعضكم ممكن يتلقى هدية أو دعم أو مساعدة أو أهم شيء إنه إذا بدك تقدم على استثمار تدرس مشروعك بشكل جيد وممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبير وبيعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الاجتماعية طبعا هذا اليوم تحديدا بتبدأ طاقتكم ترتفع بتصاعد عالي جدا ونشاط اللي تعودوا فيه الأيام الماضية اليوم ممكن تسمع خبر أو إشارة أو انطلاقة بتكون مميزة بالنسبة لإلك فترة ناشطة وحماسية يعني الأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها ممتازة ولازم تستغلها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر موجود في بيت المتاعب زي ما حكينا لعصر يوم الأحد فيجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم حاولوا إنكم تستريحوا ما تعرضوا نفسكم للمسؤوليات الكبيرة والصعبة يعني فترة فارغة من الحضوض وفيها نوع من أنواع التوتر عشان هيك حاول إنك تعمل بشكل روتيني وما تحسم أي أمر ما تنجرف وراء أفكار السوداء والهواجس والتقلب النفسي اللي ممكن إنه يسيطر عليك برج جدا له بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم وعلاقاتكم الاجتماعية واليوم جيد للأشخاص اللي ممكن يحققوا أمي بمساعدة صديق أو دعم أو وسطة ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم شيء إنه ما تبقوا واحدين بل سارعوا للمشاركة وإنتوا اليوم بحاجة لكل الدعم والطاقة بانتظارك لقاء أو موعد أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو علاقة يعني اجتماع هيك اجتماعي أو لقاء اجتماعي أهم إشي إنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا وبالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة طبعا بتغاروا على مصالحكم اليوم اليوم هذا يعتبر بيت السمعة فعشان هيك بتحافظوا على سمعتكم وعلاقاتكم بالمسؤولين تمموا أعمالكم لأنه اليوم ممكن تكرم على إتمام أعمالك أو إنجازها وبتكون ملفت للنظر بشكل كبير بالنسبة لمدراءك أو رؤسائك بالعمل صحيح إنها فترة شوي ثقيلة على الأعصاب أهم مش إنك ما تتدمر على مسمع من أحد وما تغامر وما تجازف طبعا اللي وصل معنا لهون يريد إذا ما حط اللايك يحطه إذا ما كاتب كومنت يكتب طبعا هذا كله لأشخاص معينين اللي هم النشطين على القناة والباقي هذولا بس هيك بيجي بسمعه وبيسعب حاله وبطلع كأنه بحملنا جميل لأنه حضر الحلقة يعني وتبعت الدعم هذولا ما حدا يكبس عليهم والانتساب أو الانضمام أو التشكرات خلص أنتوا حضرتوا الحلقة فهذا أكبر شكر بالنسبة لألي بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر